ردود الفعل الدولية تتوالى على الانتقادات التي وجهتها الأمم المتحدة للتحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن ردود تمثل الشريحة الأكبر التي لم تسقط في الفخ الذي نصبته ميليشيا الحوثي والانقلابيون في اليمن والمدعومون بشكل مباشر من إيران وقطر رئيس مركز التحليل الجيوستراتيجي للاستشارات الدفاعية بالولايات المتحدة بيتر هوسي تطرق لإعلان الأمم المتحدة الذي يساوي بين الضحية والجلاد مشيرا إلى أن الدوحة وطهران تقفان خلف هذه التطورات من أجل الحفاظ على موطئ قدم لهما في هذا البلد مؤكدا أيضا أن الحوثيين هم السبب الرئيسي بل الوحيد في الأزمة الإنسانية التي يعيشها سكان اليمن اليوم بعد انقلابهم على الشرعية لخدمة أهداف إيران وحليفتها قطر وكانت تقارير صحفية كشفت مؤخرا أن جماعة الحوثي والانقلابيين المدعومة من إيران قد جندت مجموعة من الخبراء القانونيين التابعين لما يسمى بشبكة العدالة الانتقالية من أجل ترتيب عدد من اللقاءات مع مؤسسات ومسؤولين دوليين بهدف الضغط لتوجيه الانتقادات للتحالف الذي تقوده المملكة لدعم الشرعية في اليمن وهو المخطط الذي يبدو أنه قد أتى ثماره لدى الأمانة العامة للأمم المتحدة لشؤون الأطفال في مناطق النزاع متناسية أن المملكة هي نفسها من دعت وعددت مشروع القرار العربي في مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة والذي يقضي بتقديم الدعم الدولي للجنة الوطنية اليمنية للتحقيق في انتهاكات حقوق الإنسان بل ومتناسية أيضا أن المملكة قدمت ثمانية مليارات ومئتي مليون دولار كمساعدات إنسانية لليمن خلال العامين الماضيين فقط منها ثمانون مشروعا لصالح أطفال اليمن ومتجاهلة أيضا أن تحرك التحالف العربي لدعم الشرعية جاء إنفاذا لقرار مجلس الأمن رقم 2216 وهو ما أكده سفير المملكة في الأمم المتحدة المملكة العربية السعودية ودول التحالف حريصون كل الحرص على اتخاذ إجراءات مهمة لحماية المدنيين خلال جميع الأعمال العسكرية لإنهاء معاناة الشعب اليمني وتقليل الأضرار التي تلحق بالمدنيين هذه الحرب الشعوى التي تقودها إيران مستخدمة للمال السياسي لحث مؤسسات وشخصيات دولية على مهاجمة المملكة تتضح أكثر وأكثر في تصريحات المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية بهران قاسمي الذي أعلن صباحا لاثنين أن بلاده لن تدخر جهدا حتى تنهي المملكة دعمها الشرعية في اليمن الجامعة العربية بدورها عدت الانتقادات الأممية تفتقر إلى الدقة ودعت الجامعة الأمم المتحدة إلى تبني نهج أكثر دقة في رصد وتسجيل وتوثيق الانتهاكات مشيرة أيضا إلى ضرورة الاعتماد على بيانات الحكومة اليمنية المعترف بها دوليا كمصدر رئيسي للحصول على المعلومات والبيانات مؤكدة في الوقت ذاته أن الحوثيين مسؤولون عن عدد ضخم من الانتهاكات التي وقعت بحق الأطفال في اليمن حسن إبراهيم لبرنامج كونر رياض ترجمة نانسي قنقر